اتفاقاتي 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 هلو شهركم شباب بيتس اكس ويلاكم ايو اس 11.1 بيتا 4 نزيل البال تحتيث كلش دقيل 2.1 جيجابايت ايو اس 11.1 ايو اس 12.1 اتذكر العلامة الى وهذا الاجون يجيو يها كل بيتا ايو اس بيتا يجيو فى هذا الاجون وحسب الى انبيان بالبيتافور أيضا ان هذا GOLDMASTER ومعنى اثاني ايو يومين او 3 ايام يجي التحديث للكل يأتي التحديث الذي هو كامل مو بيتا ومو تجريبي بهذا التحديث واخيرا البراتي صعب أحسن بهوائي مقام صفه هاي شحن والبرامج أصعب هاي بالتشغيل 3D Touch لا بيها أي مشكلة الانيميشن أحسن كانت أكو مشكلة سابقة بالبيتا 3 ولي قبله انو مثل نحط بلاند اسكيرب مود ونفتح الجهاز كان ما يقرب على الاند اسكيرب مود بالهوم سكرين احسبها علي انقرب قربها قبل لا كانت تتلب الهوم سكرين يتلب هيت فاحنا منسوي هيتا لنحوله ارجع على فورتريت مود ونرجع نسوي لادسكيرب يا الله عادي يأخذ فهذا الحالين لا قوة بيأخذ يبقى شغلة واحدة اللي هي هاي المشكلة مع التعليق اللي شاوفتكم اياها بالفيديو اللي قبله نسوي اسم النص والجهاز كالعادة بشي ما يشتغل بس بالتحديث اللي هو البيتا 4 صليحوها بطريقة انو بس مجرد ندوس لهم لوك سكرين وانتلوخ الجهاز يرجع شو به تصليح للمشكلة؟ بس همه احسن من ماكو هذا كل اللي كان موجود بالايز 17.1 بيتا 4 ماكو اشياء جديدة ولكن مجرد تصليحات والجهاز صرار عصرع والبواطري احسن بهوائي احسن ان شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني بيتس اكس كانوا ياكم اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة